أنتم الآن في نشرة الموجز فدت مصادر مطلعة بأن قاد التحقيق لدى محكمة للسناف بالدار البيضاء قد أمر بإدعاء جوناثان هاروش رجل الأعمال صاحب مجموعة سيتي كلوك ذائعة الصيت وطنيا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المحلي عين سبع عكاش بالعاصمة الاقتصادية وأشرت ذات المصادر لأن جوناثان هاروش يتابع بسكية ضمن جرائم مشددة من بينها الاتجار بالبشر واستغلال الوضعية الهشة لنساء من أجل الفساد وحيازة واستهلاك المخدرات القوية والتحريض على البغاء ويشار إلى أن توقيف المعني بالأمر جاء بناء على مساطر مرجعية تضم مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدرهم بمعاية فتتين داخل غرفة بأحد الفنادق السبت الماضي ومعلوم أنه قد تم ضبط جوناثان هاروش رفقة شابتين وبحوزته 2.5 جرامات من الكوكايين بناء على مساطر مرجعية تضم مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدرهم كشف محمد أحمجيق شقيق نبيل أحمجيق معتقل خراك الريف والمحكوم بعشرين سنة سجنا عن تنقيل شقيقه من سجن طنجة نحو السجن المحلي بوجدة وجاء في إخبار نشره محمد أحمجيق بصبحته الخاصة بموقع فيسبوك تم اليوم تنقيل شقيقه المعتقل السياسي نبيل أحمجيق من سجن طنجة نحو السجن المحلي بوجدة من أجل استكمال بحثه الدراسي لنيل شهادة الماستر بعدما تعذر عليه ذلك بسجن المذكور نظر عدم تخصيصه لقاعة للمطالعة والبحث وأضف أنه بعد محاولة عدة مع الإدارة السجنية وإلحاهه المستمر لإيجاد حل وضعيته هذه تمت الاستجابة لتنقيله بحكم كونه طالب باحث يتابع دراسته بسلك الماستر للديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجد قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج البحث ذائم حول الظرفية لدى الأسر كشفت أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2024 شبه استقرار سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2023 وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتظهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابق 80.6% وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الثالث من سنة 2024 أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 46.2 نقطة عوض 46.1 نقطة وخلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ معدل الأسر التي صرحت بتظهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابق 80.6% فيما اعتبرت 14.6% منها استقراره و4.8 تحسنه وهكذا استقرار سيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75.8 نقطة مقابل ناقص 78.2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة فتتوقع 56.9% من الأسر تدهوره و35.5% استقراره في حين 7.6% ترجح تحسنه وهكذا استقرار سيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49.3 نقطة مقابل ناقص 46.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية أعلنت منظمة سند الحقوقيا أن القضاء السعودي أعاد فتح قضية رسام الكاريكاتير محمد بن أحمد بن عيد الهزع الغامدي في ذو جنبر 2023 وصدر حكم بسجنه لمدة 23 عاما غير قابلة للإستئناف وتم اعتقل رسام كاريكاتير سعودي قبل أكثر من 6 سنوات قبل أن يتم الحكم عليه بسجن 23 عاما بعدما كان الحكم الأصلي هو السجن 6 سنوات في اتهامات من بينها التعاطف مع دولة قطر بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية أثناء فترة المقاطعة التي بدأت في يونيو 2017 وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إنها حصلت على وظائق حصرية تكشيف لأول مرة اعتقال السلطات السعودية للمعلم ورسم الكاريكاتير السعودي محمد بن أحمد بن عيد آل هزع الغامدي 48 عاما في فبراير 2018 على خلفية عمله رسام كاريكاتير في صحيفة اللوسيلة القطرية رغم توقفه عن العمل فيها قبل فترة وجيزة من اعتقاله وهو يقضي حاليا العقوبة في سجن ذهبان في جد ووجه الإدعاء العام لآل هزع تهم عدة بينها التعاطف مع دولة قطر بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية وذلك عبر رسومات كاريكاتيرية قال الإدعاء إنها بلغت مئة رسمة للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التوصل الاجتماعي